محمية وادي المطوي واحدة من ثمانية واربعين محمية في الضفة الغربية وقطاع غزة تقع غرب مدينة سلفيت تتعرض لهجمة التلويث في شهادة جديدة على شراهة الاحتلال الاستيطانية وفي منطقة تعد الأغنى مائيا هذه المحطة يعني تعالج حاليا كرابة الألف كوب يوميا من المياه التي تنتج عنها هذه المياه تهدر ويتم إلقاءها في الوديان طبعا دون أن تشكل أي خطورة على المزروعات أو على الحيوانات أو على البيئة في هذه المنطقة وتم افتتاح هذه المحطة مؤخرا لتخدم مدينة سلفيت والمخطط لها أن تخدم بعض المناطق في محيط مدينة سلفيت وبعض الكرة المحيطة لمدينة سلفيت هذا المشروع تكلف تكريبا أو قرابة السبعة ملايين يورو وتكمن الكارثة أيضا في أن المياه العادمة القادمة من مستوطنة أريل لوثت بيئتها ودمرت كل ما يقع في طريقها تماما كما في وادي المطوه إلا أن إن شاء محطة التنقية لبلدية سلفيت كان المسعف بل ويمكن القول إنه المنقذ من تلوث لطالما أعيى المنطقة واستنزفها نحن الآن أمام مشروع حيوي واستراتيجي تم إنجازه في مدينة سلفيت وهو محطة تنقية المياه العادمة هذا المشروع الذي تم انتظاره أكثر من عشرين عام ليتم إنجازه تم الانتهاء من الأعمال في سنة 2021 هذا المشروع الحيوي والمهم للبيئة حيث سيقوم بمحافظة على مصادر المياه من التلوث بالإضافة إلى حماية البيئة من التلوث والمياه العادمة التي كانت تدفق من مستوطنة أرائل هذا المشروع تم تمويله من بنك الإنماء الألماني الكيف دابليو فرض هذا الواقع الصعب على بلدية سلفيت إيجاد حل وإنبدأ جزئيا لمشكلة الصرف الصحي للمدينة حيث قتل الاحتلال بما يلقيه من مياه عادمة محملة بالسموم روح المنطقة فخففت الضرر قدر الإمكان هنا لا يمكن وصف ما يقوم بالاحتلال من تدمير للبيئة ومع ذلك كانت هذه المحطة للتخفيف من وطأة التخريب المتعمد للطبيعة ومكوناتها من مدينة سلفيت محمد الشتاية تلفزيون فلسطين